انا عاوز اشتري جيتار جديد اهلا بيكم في ناس كتيرة بتشوف الفيديوهات بتاعتنا وبتشوف فيديوهات عند ناس تانية كتيرة بتعلم آآ 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 موسيقية على الانترنت. سواء من الاجانب او من العرب. او ما بيشوفوا الفيديوهات بيشتاقوا انهم يعزفوا الالة. فبيفكروا فورا انا عاوز اشتري الالة ديت منها الجتار. ففي ناس كتيرة بتفكر بعد ما تشوف فيديوهات او حتى لو كانت بدأت تعزف بأوقات بجتارات تانية عاوزت تشتري الالة مزبوطة او لو كانوا مش معتقدين ان الالة بتاعتهم ديت توفي احتياجاتهم آآ عايزين يختبروا هاي الالة دي كويسة ولا لا هل يشتروا الالة تانية ولا لا او عايزين يطوروا نفسهم واشتروا الات تانية فدلوقتي احنا هنشرح في الفيديو دوت ازاي اشتري جيتار ازاي اشتري جيتار ايه الحاجات اللي بص عليها لما اجي اشتري الجيتار قبل ما تشتري الجيتار اول حاجة لازم تعملها لازم تشوف احتياجاتك انت انت عاوز ايه انت عاوز ايه من الجيتار احنا عملنا حلقة قبل كده اسمها آآ انت عاوز ايه من الجيتار ممكن ترجعها قبل كده لما هنجدد تاني الحلقة ديت يعني هنجدد اللي احنا قلناه آآ لو انت عاوز تعزف اغاني مسلا او تعزف مع نفسك او تطلع رحلات مسلا او تاخد الجيتار معاك تتسلى بيه او انك انت تعزف نوع من انواع الموسيقى بيسموها الكلاسيكية الكلاسيكية اللي هي بتلاقي الاصابع بتنقر الاوتار مش بيبقى الاقاع غالبا بيبقى انك انت تنور الاوتار او انك انت حتلعب نوع من الموسيقى بتشترك فيها نقر الاوتار دوت مع الاقاع اللي هو الفلامينكو فلو انت حتلعب الانواع ديت الجيتار الكلاسيك هيبقى مناسب ليك لازم تشيل من دماغك فكرة ان فيه جيتار تبدأ بيه و جيتار تنتهي بيه مفيش حاجة اسمها بداية ونهاية في الجيتار اللي بيبدأ حتى على الجيتار الكلاسيك بيلاقي نفسه في وقت من الوقات عاوز يعزف اكوستيك او عاوز يعزف فمش حيروح بيع الجيتار الكلاسيك مسلا ويروح جاي بجيتار تاني او جيتار اكوستيك لان هيفتقد حاجة هو كان بيحبها الحاجة التانية ديت مش هتدي نفس اللي هو كان بيحبه قبل كده ان التلاتة الات مختلفة اعتبر ان التلاتة انواع من الجيتارات الات موسيقية مختلفة ولكن تشترك في نفس طريقة العزف نفس القواعد ونفس النظريات ونفس طريقة العزف بتختلف طبعا في التكنيك لو ده بتسعمل ايدك ولا بتسعمل ريشة فهم التلات الات بس النظريات هم واحدة انما هم تلات الات مختلفة انت عاوز ايه عاوز تلعب جيتار او تارو نايلون الجيتار النايلون عادة بي يعني زي ما تقول يناسبنا احنا كشرقيين شوية لان احنا بنحب العواطف وبنحب الحاجات اللي بتبقى رقيقة والحاجات الستايل الفلامينكو ده بيلهب حساسنا ففيه ناس بتفضل الجيتار الكلاسيك لهذا الغرض الناس الغاربيين مش بيفضلوا الجيتار الكلاسيك بسبب الاحساس بتاع الفلامينكو هم مش قوي في الموضوع دوت اللي هم باساسا بيحبوه في الجيتار الكلاسيك هو مع زفته الكلاسيكية بتاعته فانت ما بيلاقوا مقطعات معمولة بالاحترافية بتاعت الكلاسيك الاوطار بتتنقر مش بتتعزف بايقاع فالاوطار بتتنقر بطريقة كلاسيكية بتعزف مقطعات معينة منها كبار الموسيقيين في العالم او الناس اللي كتبت موسيقى زي بخ مثلا فيه مقطعات ليه للجيتار الجيتار ده كان قلة من قلات الاركسترا في بعد عصر النهضة فانت انت بتتكلم على اللي بيبصوله بصة تانية خالص غير الناس اللي بتبص للجيتار الكلاسيك اللي احنا بتبصله كشارقيين او الناس اللي حوالين حوض البحر المتوسط او الشرع الاوسط فده الجيتار الكلاسيك اوطاره طبعا بتبقى نايلون الاوطار بتاعته بقى نايلون رغم ان التلات اوطار اللي فوق الدول بيبانوا ان هما مش نايلون بيبانوا ان هما معدن هما مش معدن ولا حاجة هما نايلون من جوه انت لو قطعت الوطر هتلاقي فيه فتل نايلون جوه ولكن متغطيه بسلك رفيع جدا من النيكل او الكروم بيبقى رفيع جدا وطبعا طلاقه بيبقى لامع يعني زي معدني لامع فبيبان ان هو معدني هو مش معدني الوطر نفسه مش معدن فما نتقصوش عليه عشان هيتقطع يعني ليه عملوا اللفة الاوطار المعدنية دي فوق الاوطار النايلون انت لو خدت بالك الاوطار اللي تحت دي نايلون مدية التلات ناجمات بتاعة الاوطار واحنا طلعين الغليز يعني ده ارفع واحد بعدين ده بعدين التالت محتاجين بقى غليز تاني لقوا ان النايلون مش هينفع يديهم الغليز دوت فلازم عشان النايلون ده يديهم اغلص لازم يلفوا حواليه وطر اه نيكل عشان يخلي الوطر اغلص شوية وكل ما انت طلعت فوق هتلاقي النيكل ده اغلص شوية تلاقي اغلص واحد اللي هو فوق نمرة ستة عشان كده الوطر السادس ده انا انا بصراحة عمر ما شفت حد في حياتي قطعه لو انت كنت قطعته كده تبقى محتاج انها تاخد جايزة نوبل في قطع الاوطار لانه احدش اساسة لعنده القدرة انه يقطع وطر بالسم كده ده حتى لما احنا بنيجي اه نركب الاوطار جديدة ونيجي نقص الوطر ده ده الوطر اصعب واحد فيهم انك انت تقصه عشان تشيل الزيادات منه فلو انت قطعت الوطر الميل فوقاني يا ريت تبعت لنا عشان هنعتبرك بطل قطع الاوطار في العالم اه فدي الاوطار بتاعت الجيتار الكلاسيك الاوطار بتاعت الجيتار الكلاسيك حنائينا نوعا معا على اليد وبتدي احساس يعني احساسك بيطلع سهل عليها بدون اجهزة ميكانيكية الجيتار ليه علبة صوتية الجيتار ليه علبة صوتية فا اه العلبة الصوتية ديت هي اللي بتطلع الصوت بتاع الجيتار انا يمكن العلبة بتاعتي هنا مسدودة عشان الجيتار بتاعها هشرح لكم ليه العلبة دي مسدودة يا ولكن دلوقتي ما شيلت الغطى بتاعها العلبة مفتوحة هتسمع الجيتار بيرن من خشبه يعني فهو عبارة عن علبة صوتية طب لما انت تيجي تشتري جيتار اول حاجة هتعمل فيها ايه هتروح باصس على الجيتار نفسه هل فيه شروخ غالبا الشروخ لو هتلاقيها في الخبط مثلا والرزع بتاع الجيتار لو الجيتار اتخبط قبل كده او هما بينقلوا او بيحطوه اتخبط هتلاقي الحرف بتاع طلاقي الجنب مع السدر بتاع الجيتار او ضهر الجيتار اه هتلاقي ده فيه شروخ مسلا هتلاقي فيه اه الحتة دي بالذات مسلا اتلاقيه لو اتخبط على او هو رأسي مسلا هتلاقي الحتة دي مشروخة اه هتلاقي اتصال الرقبة بتاعة الجيتار بالاع الضهر بتاع الجيتار هتلاقي فيه شرخ هتلاقي فيه كس هتلاقي فيه لحم آآ التاني كان لبلك المصطرة كمان المصطرة مش حتة واحدة المصطرة حتتين لازقين في بعض فانت ممكن تلاقي الحتة ديت آآ منفصلة عن المصطرة الحتة دي منفصلة عن المصطرة هتلاقي الضهر اللي ورا فيه شرخ مواضح ان فيه كراك او فيه شرخ وانت بتشتريه ده العسق ده منظره بس كده انت بتشوف احنا بشوفنا المنظر بس بتشوف المصطرة برضو مستوية فيه طريق انك انت تشوف المسطرة بانك انت بس تحط قدام عينك كده وبتلمح البريدج من فوق المسطرة يعني انت شايف البريدج اهو في اخر آآ زاوية نظري فانا شايف المسطرة مستقيمة ولا لا تسعلي جدا ممكن انت تعمل الاختبار ده بنفسك طب ده اول حاجة انت فحصت الجتار بصفة عامة فشوفت الجتار الجتار مناسب انك انت تبدأ تشوف الليفل التاني الليفل التاني بقى بتاعي ان انا هعزف كل نوتة كل نوتة على المسطرة لغاية ما وصل لاعلى نوتة اه بعض الجتارات بيبقى فيها عيوب في تفنيش الفريتس نفسها خلي بالك تفنيش الفريتس ده بياخد وقت طويل قوي بياخد وقت طويل ايه هو مش صعب ولا حاجة هم بيحطوا يروحوا مغطيين المسطرة بنوع من انواع اللازق عشان يحموها ويجيبوا بقى مبرد وعودوا يبرودوا او صنفارة ويعودوا يصنفروها لغاية ما تيجي الارتفاع المناسب طبعا بيحطوا مسترة بالطول على الجتار فيها خروم كل خرم مكان فريتس فبيعرفوا اني حتة عالية واني حتة واطية بيعلموا عليها وبالقلم وبعد كده يرجعوا تاني فنيشوا كل فريتس لوحدها الجتارات الغالية هتلاقي ناس استثمرت وقت اطول فيه دفعوا فلوس اكتر الناس اللي بتقعد عليه وقت اطول علشان يفنش كل فريتس مظبوطة ويعمل لك الحتة اللي الفوق دي متنية متعوركش والحتة اللي تحت دي متنية متعوركش فيحذبوا صح ويقيسوا الفريتس كلها تيجي فوقها ده الكلام ده بياخد وقت وعمالة فوقت وعمالة الاعمالة مش ببلاش ما فيش حد بشتغل الوجه اللي يعني صدقة يعني من الناس ديت فالناس ديت كل ما هتشتغل اكتر على الجتار كل ما هالجتار تماما وحيغلى خاصة ان ساعة العمل في اوروبا وساعة العمل في امريكا اغلى بكتير جدا من ساعات العمل في الشرق فانت ممكن تلاقي جتار شرقي كوالت بتاعته عالية جدا بس ارخص بكتير جدا من نفس الجتار حاجة انتاج اوروبي مسلا ليه لان ساعة العمل هنا بتختلف عن ساعة العمل هنا الجتارات الاسبانية اللي انت هتشتريها من اسبانيا ممكن تلاقي الجتار آآ كويس جدا وممكن تلاقي جتار آآ جتار غالي جدا وكوالت بتاعة تصنيعه اقل بكتير من جتارات متصنعة في مصانع يعني هو يدوي بس بتاعته قلي بكتير من جتارات متصنعة مع شركة ياماها مسلا. واخبالك ليه? لان الراجل دوت اه هو اه 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 الجتار استثمر فيه الوقت دوت بس عشان الوقت ده ساعته اغلى هتلاقي الجتار اغلى. بس بتاعته هالليه اعلى? لأ. عشان كده انا بقول لك ما تشتريش على الاسم بس. ما تشتريش على الاسم بس الا الماركات المعروفة. في ماركات معروفة مش مش هتعمل جتارات وحشة. مش هيطلع من المصنع بتاعها جتار وحشة. اه شركة ياماها مسلا شركة ايبانيز. اه مسلا عندك طبعا الشركتين الكبارة اللي في العالم اه فندر وجيبسون بس دول ما بيعملوش كلاسيك. اخبالك في الهامبرا شركة كويسة برضو. اه في شركات كتيرة في كامباس. شركات اسبانية. وفي شركات اوروبية وشركات اندونيسية. وفي شركات اه عالمية بتنتج صناعتها حتى ممكن يكونوا في الصين. بس هم مش يعني بتاعهم طالع بكواليتي الشركة. واخبالك فلما بتاخد اسامي كبيرة مش هيضحوا باسمهم لان الكواليتي الكنترول عندهم عالي جدا. لو اسمهم ضاع خلاص البزنس بتاعهم هيضي. هم بيعتمدوا علي الناس بتشتري الجتارات الناس اللي ما عنداش خبرة فبتشتري الجتار ده وتوسقى ان الجتار ده هيبقى الكواليتي بتاعته نوعا ما كويسة. زي ما احنا قلنا كده بتجرب بتاعتك. تشوف لو في فريت ما طلعتش صوت. مطلعتش بيسموها منطقة ميتة او ديت سبوت دي سبب اسبابها اسبابها كتير او اسبابها ان ممكن تكون مصطرة منحانية فالحتة ديت ما طلعتش نغمة. ممكن تكون قبلها عالية فمش مخليها النغمة دي هتطلع لان الفريت اللي عالية دي حاجزة الوطر خلاص فمش هتخلي النغمة اللي بعدها تطلع. فاللي بيبقى عليه ديت ديت ده معناها الجتار تفنيش الرقبة بتاعت الجتار سواء فريتس او سواء الرقبة مش حلو. فاما ما هنصحش انك انت تجيب فيه جتارات كتيرة مالية السوق ما فهاش ديت سبوتس. فخلاص بيتشتري الجتارات ديت يعني ايه اللي يجبرك تشتري جتار زي ايه ده بعيوب وتعطي تصلح فيه بقى بتاع وممكن ما ينفعش. اوكي? فانت هتشتري هتجرب النغمات بتاعتك على كل المسطرة. طيب دي اول اول حاجة اتعدي. تاني حاجة ما تلاحشش ان فيه بيسموها شخشاخة. شخشاخة او رتل في في الجتار. يعني ايه? يعني ايه شخشاخة? انت لو حاطت سلسلة مفاتيح على الجتار والسلسلة دي سايبة. وعزفت الجتار ورن وتهز. مش السلسلة دي هترن? اه ليه للمعدن بيخبط في معدن. معدن بيخبط في بلاستيك. في حاجة حرة بتتحرك. طب ايه الحاجة الحرة اللي تتحرك عندي هنا اخوانا دول المفاتيح دول. المفاتيح دول هتلاقي المفاتيح لو خبطت على الجتار كده هيشخشخ. لو سمعت الصوت للمفاتيح ده معناه ان المفاتيح دي بتاعتها مش كويسة فالمفاتيح بتخلي المفاتيح سايبة شوية. يعني فيه هزة فيها فيها شخشاخة. فانت حتى هزف وبتاعها زن زنة معك. ايه اللي بيفرق جتار غالي من جتار ركيس? الخشب ما اعتقدش الخشب يعني نفس الخشب تقريبا هتعمل من ده هتعمل من ده لو انت بتشتري في مجمل الجتارات لو مجمل الجتارات بيعملوها مسلا خشب بتعمل خشب معين للصدر خشب معين للجناب خشب معين للدهر انت مش هتلاقي اختلافات كتيرة قوي المسطرة هيغطوها بايه يعني غطوها بنوس مسلا ماشي ابانوس ما فيه كتارات كتيرة بتغطيها بابانوس بس التفنيش بتاعها مش هاقي. اللي اختلافات بقى بتبقى في حاجات صغيرة جدا بس انت متاخدش بالك منها. اللي هي تفنيش الجتار الوقت اللي بيستنفز في تفنيش الجتار نفسه. آآ المكنة نفسها اللي متركبة المكنة النفسها هل محكمة ولا لأ? ساعات بقى طبعا بيضيفوا العنصر الجمال تلاقي المكنة مطلية بالدهب مسلا مطلية ما يدهب يعني مطلية لونها دهبي. واخي بالك فبتدي منظر كمان الجتار المفاتيح نفسها بتاعتها معمولة محكمة جدا والمفاتيح نفسها من شكلها حلو. واخي بالك مش متسنيش بس مدورة وخلاص كده وبتاعه بتلق وتتكسر منك وتتفصل وتعمل مش عارف ايه بعد فترة تلاقي المفتاح بتاعك زلبطة فتضطر تشيل المكنة كلها وتغيرها تلاقي الحتة اللي في النص رية تلاقي البيضة اللي شايلة لفف عليها المفاتيح تلاقيها محكمة بالزابط على قد الدايرة بتاعت الراس بتاعت الجتار نفسها راس الجتار نفسها محكمة على المفاتيح 见ها ما فيش حاجة بتلق ما فيش حاجة بتتهز فانت بتشوف كده آه لا ده ده الجتار تفنيش وحلو بتقني حاجة كمان لما تيجي تربط المفاتيح وتربط الاوتار خلاص? وتزبط الزبطة بتاعتك والجتارات تشدت خلاص. ما خلي بالك الجتارات في الاول بذبطتها كل ما تزبطها تيجي تاني بعد تستعملو بعد ايوم تلاقي الجتار رخ شوية. لان الاوتار ليها شد معايا ما وصلتش الاقصى شد بتاعها فبترخي كل شوية. ترخي كل شوية. مجرد مسلا شهر بتعزف بالاوتار الجديدة. خلونا نحصل الاوتار بتزبط بقى طول ما انت بتزبطها باستمرار خلاص بتزبط الاوتار. تلاقي المفاتيح بتحافظ على زبط الاوتار. يعني تعزف 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 تعزف. تيجي تستعمل الجيتار في تاني اغنية وتالت اغنية ورابع اغنية تلاقي الزبطة مزبوطة. ما تلاقيش الجيتار رخة. لو جيتار ارخى خلاص تعرف ان الماكنا ضيفة شوية الماكناة بتفوت يعني الترسي بتحرك ملي من جزء من الملي خلاص انتهت. زبطة الوطر فرقت شوية. فتطر تزبطه كل شوية. كل اغنتين تلاتة تلاقي نفسك حاطت وتزبط جيتارك واخد بالك. فلو لو الجيتار هيتعبك في الموضوع ده ده معناه ان بتاعته اقل شوية. الجيتارات الكويسة بتحافظ على بتاعها او بتحافظ على الضبط بتاعها. فدي تاني حاجة هشوفها تاني يعني هشوفه بقى بعد كده مسكة الجيتار. تالت بقى ده مهم جدا اسمه او امكانية العزف عليه. امكانية العزف عليه. اه في مقييس معينة. بيقول لك مسلا ان الاوطار من عند الرقبة من هنا من على الفريت نمرة اتناشر. ما تبقاش اقصى من كزا كزا من الملي. انا هجيب لك المقييس كلها وحطها لك على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. هتشوف المقييس بصفة عامة. فانت لو حطيت مصطرة هنا تقدر تقيس ارتفاع الوطر. فخلي بالك كل واحد منه ليه ارتفاع مختلف. لان الاوطار اغلص من بعضيها. فواحد غليز قوي واحد رفايع قوي. فدوت هيبقى اختلاف ارتفاع بتاعه عن الفريت نمرة اتناشر اللي عندي. فبيدي لك الارتفاع النسبي بتاع اللي بيقول لك ما يزيتش عن كزا. ما يزيتش عن كزا ليه? لان كل ما هيعلى كل ما هيبقى اصعب في عزفه. كل ما هيبقى اصعب في عزفه. هتاخد وقت في انك انت صباعة كما يدوسوا على الوطر عشان يحجزوا على الفريت. بتاخد جزء من الملي من السكن. دوت اه طبعا مع كتر العزف ولما تحتاج تازف مقطوعات فيها سرعة شوية وكده طبعا هيبقى اصعب عليك انك انت تعزف مع جتار او تارو عالية. طيب الحل بتاعه ايه? طبعا بياملوا في حلول كتيرة قوي ان بيجيبوا بقى المسطرة دي. حتة البيضة اللي قاليت تتبرد شوية. وعندك كمان الحتة هنا بيسموها النط او اللوزة مثلا اللي تحت المفاتيح على طول ديت. تتبرد شوية وارتفاع الوطر اللي داخل جوة دوت الحتة المجوافة دي اللي بيدخل فيها الوطر. ايه الغاية ما يزبطوها بالزبط وتيجي على مصر. تاني هقول الجتارات الغالية هياخدوا وقت على ما يزبطوا البتاع دي ويطلع لك الجتار من ايد الراجل مظبوط تمام. انت ما هتروح تشتري ربنا نفتح عليه كده ان شاء الله وتبقى عازف جتار كلاسيك. او فلمانكو مشهور. بتروح من اسبانيا يا باشا. اه في شوارع معينة معروفة يعني. بتروح ورش معينة بالاسم. بتروح الورش المعينة دي بالاسم انت مش بتروح تشتري جتار وتاخده وتمشي. لا انت بتروح تدفع المقدم يا باشا. وتعمل تعاقد معاهم انك بعد ست شهور هتستلم جتار لان الورش دي عليها طلب معمولة بالورش دي بالطلب يعني. وهتشتري جتار بتلات تلاف وخمس تلاف يورو وعشر تلاف وعشرين الف يورو. الجتار ده بقى اللي الناس بيسموه جتار كونسرت. جتار كونسرت يعني ايه? جتار بتاع ناس اه هتعزف به في كونسرت. هتعزف به مسلا واحد عظيم في العالم. هيعزف في في انجلترا مسلا او هيعزف في دار الاوبرا في مش عارف في سيدني. فده ده الناس العازفين المشهورين بيجيبوا بقى الكونسرت جتار ده. الكونسرت جتار ده الراجل اللي بيصنعه ليه اسمه. وماضي عالجتار بيمضي من جوه على الورقة بتاعة الجتار دوت. فده جتار غالي جدا جتار. الجتار منزور في كل تفصيلة دقيقة فيه. ارتفاع الاوطار. ارتفاع بتعرف ايه عن ايه? بالملي. صوت الجتار رنت الخشب مفهوش مفهوش الهوى. جتارات ديت هي دي غالية جدا لان خدت وقت كتير من مصنع خبير طبعا الراجل اللي هو الخبير بتاع اسبانيا دوت. الساعة بتاعته مش بتلاتين يورو ولا بعشرين يورو ساعة بمية يورو. اقبلك اه يعني اه اه ومعتبر ان هو خبير والجتارات اللي تطلع من تحت ايده مطلوبة فسعره اعلى. فانت كل ما غالي الجتار كل ما كان يد خبيرة شتغلت فيه وكان الكلام ده طبعا استنفذ فيه وقت ده هو ده انت بتدفع تمنه مش تمن الخشب ليه اقصى سعر يعني مش مش هتشتري خشب من الجنة يعني واخد بالك الخشب ده كله موجود على كوكب الارض يعني يعني ايه يعني يعني الخشب هيطلع اغلب قد ايه يعني من حتة لحتة. فلازم تفهم النقطة ديت. نقطة تفنيش الجتار والعناية بصناعته هي دي اللي بتعمل سعر الجتار بالذات او في برضو حاجة احب اضيفها الموضوع ده نسبي. الموضوع ده نسبي. انا صوابعي تستحمل شد بتاع الاوطار لو كانت اتنين تلاتة ميلي مسلا فوق خانة نمرة اتناشر اربعة ميلي مسلا. صوابعي تستحمل. انا صوابعي كبيرة وقوة صوابعي اكتر شوية. في بنوتة صغنطوطة عامناها ستاشر سبعتاشر سنة عايزة تعزف الجتار الكلاسيك وبتاعه عايزة تعزف مقطوعات زي انت بتشتغل في مسلا من من الحتة اللي هنا يعني انت بتشغل تقريبا على قريب من الاتناشر وفي اه حاجات كتيرة قوي منها من المقطوع دي نفسها بتخش اخير من الاتناشر. اخبالك فالبنوتة الزوغنطوطة دي لما هتيجي تعزف من هنا وتيجي تلاقي الوطر ارتفاعه اربعة ميلي هنا. طبعا صبع بالذات الصبع الزغير ده ضعيف جدا هتيجي تدوس عليه مش هيطلع مش هيطلع النغمة او القدرة على العزف على الجيتار بتفرق من شخص لشخص. آآ من اسهل الجيتارات في العزف الكلاسيك فلو انت عاوز جيتار سهل عزفه وهيدي لك اللي انت عاوزه الجيتار الكلاسيك هيوفي باحتياجاتك. طيب الحتة اللي انا شلتها ديت دي كانت مغطية بتاع الجيتار او فتحة الصوت بتاعت الجيتار هي متغطية ليه? انت لو خدت بالك في الجيتار بتاعي من جوه هتلاقي فيه الميكروفون شايف الميكروفون ده? متغطي بحتة سفينجة كده? الميكروفون ده بيسموه او رقبة الوزة. ميكروفون رقبة الوزة. ايه ميكروفون رقبة الوزة دوت? ده ميكروفون بيلقط الصوت من العلبة الصوتية من جوه. وهيطلع الصوت من الميكروفون بالاضافة للميكروفون تاني متركب تحت هنا. تحت ده بيبقى مبايز شوية صوته وغليز شوية فبيطلع اصوات واللي تحت الفاتحة الصوت دوت الجوز نك رقبة الو Jest دوت. بيطلع الصوت كمجمل فبيطلع الاوطار التريبل اعلى شوية. في التوازن بين بيطلع لي الصوت ده بالنسبة للجتارات اللي فيها الان انت بتشوف بتاعها فوق ده معنان فيها ميكروفونات. هيه مش معنان فيها ايكولايزر ده اخر حاجة في المنظومة يعني. المنظومة ان فيه ميكروفونات من جوة. الميكروفونات دي بتتكبر كبر الصوت وفي الاخر بتطلع لك الصوت من الفتحة بتاعتك اللي هي مسلا غالبا هتبقى الفتحة اللي فيها تعليق بتاع الجيتار انك انت تطلع منه الصوت من هنا بالجاك وتدخله على او على لو انت بتعزف في حفلات او انت بتعزف لسهولة العزف لسيسر العزف. اه اجمل صوت للجيتار الاكوستيك او الجيتار بيبقى بالموكروفون اللي قدامه. بتحط موكروفون بالزبط على بعد خمسة وعشرين سنتي من الرقبة من هنا من الفريت نمرة اتناشر. تحط واحد هنا لو انت وقت بقى يعني هتصرف شوية هتحط واحد من هنا واحد من ناحية العلبة الصوتية اخد لك الاسوات البيز برضو من هنا. فانت بطلقت بكده كل مجمل الصوت اللي طالع من الجيتار طبيعي كأنك مطلعه من الهواء. انت جايب الصوت من الهواء. يعني الصوت الجيتار بعد ما طلعه خلاص. اللي جوة العلبة الصوتية ده بيبقى صوت لازال محتاج ان هو يتضبط شوية. عشان كده عملو له اللي فوق دوت. بحيث انك انت تثبت الجيتار سواء حد سواء غليز دوت. وكمان ايه? آه في بعض الجيتارات هتلاقي المايكين دول يوم تحكم يعني انت تقدر تعلي واحد منهم وتوطي واحد منهم بحيث انك انت تتحكم في صوت الجيتار سواء كان يعني غليز يعني حد. فدوت بالنسبة للجيتار الكلاسيك. بالنسبة للجيتار. الجيتار الاكوستيك بالزبط زيه زي الكلاسيك. بالزبط زي الكلاسيك معادة طبعا المقاس بتاع الارتفاع عن الخانة نمر اتناشر. الجتار الاكوستيك بيستعمل اوتار معدنية رفياعة جدا. هيبقى الارتفاع شوية مختلف عن الجتار الكلاسيك لانك انت هتدخل كمان سوم كالواتر فيه. فالمقاييس بتاعت الاتنين انا هحطهم لك على الصفحة بتاعة الفيسبوك بتاعتنا. وانت تقدر تقدر يعني. بس ولكن مش مش هينفع تبص عليهم الورقة. انت لازم تجرب بنفسك وتشوف الارتفاع ده ينسبك حتى كمان لو هم قالوا اه ينفع بس انت ما ينفعش مع ايدك مع ايدك وعضلاتك واحساسك ما ينفعش. السوم كده فيجي تلاقي جتار تاني هيريحك اكتر سواء ارتفاع اعلى او ارتفاع اقل. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة